عندنا جدول موجود فيه السيلز ترانزاكشن كوري لاين من دول بيمثل وان ترانزاكشن الكولومز اللي عندنا كاستمر اي دي برويكت اي دي والكوانتتي عندنا جدول تاني اسمه الكاستمر ستيبل وده في اسم الكاستمر والكود بتاعه الجدول التاليه برايس ليست فيه كود المنتج وسعر كل كود من اكواد المنتج المطلوب اني اعمل سامر ريبورت اعمل ملخص للمبيعات باسم الكاستمر والريفنيو الخاص بكل كاستمر يبقى انا هحتاج استخدم بيانات من الثلاث جداول ولكن الشرط في الفيديو ده اني ماعملش اي ميرج ماستخدمش اي دمج بين الجداول خالص هشتغل بطريقتين الطريقة الاولى هجرب حاجة اسمها list.position of the function موجودة في الام كود وكمان هجرب اشتغل بحاجة اسمها الlookup operator او الاثنين سكوير براكت اللي موجودين قدام حضرتك السلام وعلاك وبركاته اهلا وسهلا بكم فيديو جديد من سلسلة power query متقدمة او advanced power query series الفيديو رقم تسعة النهاردة هنتكلم على ال exact match lookup او التطابق التام اعمل بحث تطابق تام في سوف نقوم بعملها باستخدام مرج وشفناها في باستخدام باستخدام مرج شفنا اكتر من فيديو للمرج وممكن اضطركم الانكات باستخدام مرج ولكن اليوم سوف نرى كيف نقوم بعملها بدون استخدام مرج ونرى طريقتين سوف نرى اول واحدة منهم على طول الوقت دور الثلاث جداول اللى عندنا الجدول الاول في بيانات المبيعات زي ما قلنا كل لين بيمثل وعندنا ثلاثة كولومز ده الجدول اللى فيه الاسعار وده جدول اللى فيه الاسعار المختلفة بتاعتهم انا قريدي حطيت الثلاث جداول على الباور كويري الاولية اسمها سيلز ادي جدول السيلز خطوتين بس السورس و تشينج تايب نفس الكلام ادي جدول الكاستمر سورس و تشينج تايب ونفس الكلام بالنسبة للبرايس هنرجع على جدول السيلز او الكويري بتاعت السيلز وده اللى هنستخدمها علشان نجيب بياناتنا الجداول التانية وبعد كده نعمل السامري ريبورت اول حاجة انا محتاج ازود كولوم هذا الكولوم يكون فيه الكلام يعني عندي هنا كما انت شايف عندي واحد اثنين ثلاثة كولومز سوف ازود كولوم كمان وعايز اروح على الجدول بتاع الكاستمر اجيب بيانات الكاستمر نيم دي و ازودها هنا في كولوم رابع بدلالة طبعا الكاستمر اي دي فتعال نبدأ نروح على قد كولوم ونعمل كاستم كولوم هيفتح لي الكاستم كولوم ويندو تعالى ندي اسم للكولوم الجديد ولياكم كاستمر نيم ثم ننزل على المنطقة اللي فيها الفورمولا البوكس اللي فيه الفورمولا تعالى نفكر مع بعض انا اريد اجيب حاجات من جدول تاني اول خطوة انا سأجيب الجدول بالكامل يبقى لو كتبت اسم الجدول وقالت له اوكي هتلاقي عندك الكولوم الجديد اسمه كاستمر نيم وكل لين او كل رو هتلاقي فيه الجدول بالكامل تعالى نفكر مع بعض هل انا محتاج الجدول بالكامل او محتاج رو معين انا محتاج اجيب لين معين لكل جدول اكيد محتاج اجيب لين معين تعالى نرجع تاني على قسم دي وتعالى نحاول نعمل الكلام ده بشكل يدوي لو انا محتاج اجيب لين معين يبقى انا محتاج ازود الكيريري براكت في الاخر عشان احط فيه رقم اللين انا محتاجه تعالى نفكر في اول اول لين اول لين كاستمر ايدي 2002 تعالى نبص كده في الجدول 2002 اللي هو اسمه hypermarkets يبقى لو رحت جبت 2002 ده حطيته هنا يبقى انا جبت اتليست اعرفت اجيب اول لين طيب hypermarkets ده رقمه كام بالنسبة للجدول الفرعي رقمه اتنين ادي واحد ادي اول لين و ادي تاني لين يبقى ادي واحد اتنين انا اتفقنا انه الكيري مترقمة من الزيرو يعني اول لين زيرو تاني لين يبقى ايه واحد يبقى لو كنت هنا رقم واحد وقفلت وقلت اوكي بدل ما كان هنا فيه جدول بقى فيه ريكورد الريكورد عبارة عن 2 fields ادي hypermarket 2002 يبقى انا كده تقريبا ماشي بشكل مش بطل مشكلتي لو حاولت اتنقل على السطر اللي بعد كده هاختار في الحتة الفاضي هاو جان بالريكورد هتلاقي ان هايبر ماركت ده اختارنا في كل حاجة وده مش المطلوب لأ انا عايز اسرش على الكاستمر ايدي لما يليه 2002 يجيب هايبر ماركت 2005 يجيب المكافئة 2005 وكذا لحد الاخر طيب تعال نعمل ايه ونشوف ممكن نعمل الكلام ده ايه جوه الكري براكت دي اعايز اعمل عملية سيرش او احدد رقم الرو المطلوب طيب اعمل كده ازاي هنا هيدي دور الفونكشن اللي اسمها list.position of يبقى حمسح الواحد دي وحابد اكتب الفونكشن بتاعتي list.position of والفونكشن دي كل اللي اسمتها بتروح تدور على value جوه لستة وتقول لي ترتبها الكام رقمها الكام جوه الليستة دي طيب تعال نفتح قوس ونشوف بتحتاج ايه محتاجة مني list as list طيب الليست اللي اسمت عليها فين اللي اسمت عليها جوه customer table وجوه الكلام اللي اسمه customer id يبقى حقول له لو سمحت ادور لي جوه customer table اهو ادي كلمة customer وبعد كده افتح سكوير براكت عشان ادي له عمود محدد وليكن ال customer id طيب ايه دي الليستة اللي عايزين يسيرش جواها عايز احدد رقم variable معين جواها او رقم value معينة جواها طب فين ال values نفسها فين ال value اللي انا عايز ادور عليها ال value عايز ادور عليها هعمل زي ما اتفقنا هيطلب مني value as value ال value موجودة جوه ال column ده اللي هو ال customer id يبقى عايز ادي له column من داخل نفس ال table هقول لو سمحت دور لي جوه ال customer id دابل كليك عليها وبعد كده نقفل القوس يبقى انا جوه الاتنين وليستة ال customer id اللي موجودة جواه والتقول لو سمحت عايز اعرف ال position بتاع ال customer id الخاص بالسطر انت واقف عليه دلوقتي عشان اقدر اوصل للرقم اللي انا عايزه ممكن دلوقتي ادوس اوكي وحتلاقي برضو عندي نفس ال record لكن لو فتحت ال record ده هتلاقي المرة دي hyper markets ده زي ما كان موجود فعلا في اول line روح ال line التاني 2005 delta group matching 2005 ال line اللي بعده 2001 EG trade ال line اللي بعده delta group 2005 وهكذا طب انا مش عايز ال record بالكامل عايز بس ال customer name يبقى ممكن اعمل ادهة المرة التالتة وهاجي في الاخر وافتح وقلو لو سمحت انا عايزك بس تجيب لي ال customer name ده اسم ال field لو هتطوله جوه اتنين ودست على اوكي هتلاقي ادي اسامي ال customers يبقى عرفت اعمل look up ما بين الجدولين ولكن ما استخدمتش merge اخر حاجة خليني اغير اسم الخطوة دي right click وحقول له rename والخطوة دي عملنا فيها look up فممكن اقول له look up customer name ودوس enter وكده عرفنا اول طريقة من طريقة ال exact match او exact match look up باستخدام list.position of قبل ما ابدأ في الخطوة الجديدة انا قردت ال customer name ولكن وجدتني مشكلة سغيرة انه ال type موجود هنا any زي ما انت شايف هنا type is any وانا مش عايز كل ما اعمل جديد اروح ازود خطوة جديدة اسميها change type لكن ممكن اعمل change type جوه table.add column خطوة جديد اتخلقت تسمى table.add column واتحطت جواه الكود الذي اعملناه مع بعض في الخطوة السابقة من جوه نفس الخطوة جديدة فيه برامتر اخير قبل القوس الاخير ممكن اعمل كاما وانا ساكون يتجد ان اعمل وانا اعمل كتب اعمل كتب بالازرق وانا اعمل كتب اعمل كتب بدل ما زود خطوة جديدة. دلوقتي ممكن ابدأ احسب الرفنيو. انا عايز ازود كولوم جديد بعد ما جبت الكاستمر نيم عايز ازود كولوم جديد والكولوم ده احسب في الرفنيو. طيب هنروح ونقول لو سمحت على اد كولوم لو سمحت اد كاستم كولوم. هيفتح الكاستم كولوم ويندو. ممكن ادي اسم جديد وليكن ريفنيو للكولوم الجديد. وفي المنطقة بتاعة الفورمولا عشان احسب الرفنيو اخد بالك هنا عندي كوانتتي لكن ما عنديش محتاج اجيبها من الجدول بتاع البرايس اللي موجود في الكويري الاخيرة. يبقى ممكن ارفرنس البرايس كله وخيرا نشوف محتوياته من جوة نفس التابل. فحاكة البرايس كده بعمل ريفرنس لي التابل بالكامل. وهقول له اوكي. هلاقي عندي كولوم جديد اسمه ولكولوم ده كل لاين من اللاينز جوة تابل. لو عملت تشاك على اول واحد هتلاقي التابل بالكامل. ثاني واحد التابل بالكامل وهكذا. دلوقتي المطلوبة اعمل لوكوب ان انا عايز الركورد المكافأة للبروكت اي دي اللي موجود في الكولوم بتاع البروكت اي دي. خد بالك انا عندي هنا فوق فيه بروكت اي دي في الجدول الكبير. والجدول الصغير كمان فيه بروكت اي دي. فعايز اقول له لو سمحت من الجدول الصغير روح شوف البروكت اي دي الفاليو بتاعته قد ايه وتعمل لي عملية اجزاكت ماتش وتستخرج لي اللاين المكافئ لي. عشان اعمل كده تعاني اعمل ادت تاني. بنفس الفكرة لو فتحت كيرير براكت وحاولت انا ادور بعناي كده على المكافئ زي ما انت شايف هنا الف واثنين هي تاني ريكورد هنا. وانتفقنا ان الكويري مترقامة زير واحد اتنين. يبقى لو كتبت هنا واحد وقفلت الكيرير براكت ودوست اوكي حيبلي زي ما انت شايف ريكورد. والريكورد فيها اتنين فيلد. واحد عبارة عن المكافئ للالف واثنين والتاني السعر. وانا طبعا مهتم بالسعر اكتر. لكن بنفس الطريقة ده هارد كودد يعني انا كتب الواحد باداية. فلو اتنقلت على بقية اللاينز هتلاقيها ثابتة في كل حتة. وده اللا هنحاول نعمله باستخدام اللوكاب اوبريتور انه هنخليها تعمل بشكل ديناميك. يبقى حعمل ادت للمرة التانية. وهي هنا مكان الواحد ده. وجوه برضو الكيرير براكتس. حبدأ افتح سكوير براكت. طبعا سكوير براكت. احنا بنعتبره الفيلد اكسس اوبريتور. او لما بنفتح سكوير براكت وبنقدر نكتب جواه اسم الفيلد او اسم الكولوم. بيجيب لنا معلومات من داخل الكولوم. لكن لما بحطها جواه دي بيشتغل عليها كأنها سيرش اوبريتور او مشغل للبحث. فبفتح سكوير براكت وبقول له والله من جواه الاسمه برايس. عايزك تروح جواه البرودكت اي دي. فحكتب البرودكت اي دي. لما تكون تساوي. تساوي ايه بقى? تساوي الفاليو اللي موجودة في الكولوم ده. خد بالك اهو ادي التابل اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. التابل اللي هو بتاع السيلز. جواه برضو اسمه فعايزك لما تروح تبص على الجدول البيس. تروح تدوع البرودكت اي دي. وتشوف الفاليو المكافئة للكولوم ده. طب اجيب الكولوم ده النين اهو موجود في الكولومز. هعمل دابل كليك. فاستخدمت تاني اتنين سكوير براكت. بس المرة دي بيعبر عن فيلد او كولوم داخل الجدول اللي انا واقف عليه فعلا اللي هو السيلز. محتاج اقفل تاني سكوير براكت عشان يرد على سكوير براكت اللي موجود هنا. يبقى دي اتنين سكوير براكت. دي اللي بره الاتنين اللي بره دول. السرش او برايتر او اللوك اب او برايتر. لكن اللي جواه ده فيلد اكسس او برايتر. عشان يعرفني ان انا بدور على الفاليو. اللي موجودة للريكورد ده جوه البروكت ايدي. طيب لو دست على اوكي كده اللي هيحصل. هيجيبلي بردو ريكورد. لكن لو اتحركت. يعني ادي اول واحد ده زي ما هي 1280. لو اتحركت لأ بقيت 1001. متشنج هو 1115. اللي بعديها 1115. اللي بعديها 1550. طيب. انا عايزك بس تفتكر حاجة مهم قوي. لو رجعت على خطوة السورس. هتلاقي وانا اوتوماتيك لي بجيب ديتا من تابل بحطها في الكويري. هو بيستخدم نفس اللوك اب او برايتر بشكل اوتوماتيك. يعني بص على فملا بار. هتلاقي برضو هو مستخدم الكيري براكت. استخدم فونكشن اكسل وتكرانت وورك بوك. ودي بتنتج تابل في كل محتويات اللي اكسل فايل بتاعي. اللي انا شغال عليه. وبعد كده جوه الكيري براكت. استخدم السرش انا عايز الكولوم اللي اسمه نيم يساوي سيلز. طبعا سيلز ده اسم الجدول اللي احنا واقفين عليه. دي بتشتغل بشكل اوتوماتيك جوه اكسل وتكرانت وورك بوك. لما بحاول اجيب جدول بشكل مباشر. احطه على طول على الكويري. نفس التكنيك بالزبط اللي استخدمناه في الخطوة دي. ودلوقتي وصلنا زي ما انت شايف ريكورد في البرايس. انا محتاج بس البرايس مش عايز الريكورد كله. نبقى هارجا عامل ادت. وزي ما اتفقنا هفتح سكوير براكت. وقول لا هاتلي بس الكولوم اللي اسمه برايس. المراضي برضو. بجيب بي المعلومات اللي جوه كولوم او فيلد معين. هدوس على اوكي. جاب لي كل الاسعار. الخطوة الاخيرة اضرب الاسعار دي في الكوانتتي. هعمل ادت المره الاخيرة. وهعمل عملية ضرب. وقول لو سمحت هاتلي الكوانتتي اضربها لي في الكوانتتي اللي انت جبته في الكود السابق ده. وادوس على اوكي. يبقى كده حساب لي الريفنيو. فاضل اغاير التشينج تايب بنفس الطريقة. هفتح الفوملا بار. هكسباند الفوملا بار. وعمل كاما. وقوله لو سمحت التايب. المراتي هيساوي نمبر. حكتب اتنين بأدية. تايب كي وورد بالازرق. وكلمة نمبر بالاخضر برضو كلمة مفهومة بالنسباله او تايب مفهومة بالنسباله. وهستخدم الشيك مارك. وبكده اكون حسابة الريفنيو. وعملت برضو اجزاكت ماتشنج. ولكن باستخدام اللوكاب اوبريتر اللي هو سكوير براكت بدل لست دوت بوزيشن اوف. خليني ادي اسم للخطوة دي. وحقول له رينيم. وقال له لو سمحت تسميها لي. ريفنيو كالك. وبعد كده هدوس انتر. وتعالا نحاول نعمل سامري. السامري ده هيكون بدللة الكاستمر نيم. هختار الكاستمر نيم كولوم رايت كليك. وقال له لو سمحت اعمل جروب باي. هنا حدي اسم للكولوم الجديد. هسميه برضو ريفنيو. مفيش مشكلة. وهختار الوبريشن هتكون سام. وهختار الكولوم اللي هيبعي الوبريشن بتاعت السام. وهيكون طبعا الريفنيو. وهدوس على اوكي. كل الكولومز اختفت. مع عادة الكاستمر نيم. عمل لي منها يونيك لست. فيها اسامي كل الكاستمر الموجودين. اللي اتنفذ عليهم عمليات بيع خلال الفترة. وكمان سامري للريفنيو. جمع كل الروز بتاعتهم. وعمل لي السامري اللي حاك شايفو ده بالزبط. كده انا جاهز اقدر اعمل لود الفايل ده. كان معموله لود قبل كده. فممكن نروح على هوم وقول له كلوز ان لود. فحيقفل يوديني تاني على الاكسل. وعلى اللود اوبشن. هاختار تابل وي اجزيستنج وركشيت. ودوس على اوكي. وقادي التابل النهائي اللي فيه السامري. يبقى باستخدام الباور كويري. شوفنا طريقتين. ازاي اقدر اجيب معلومات من تابلز مختلفة. وما استخدمناش خالص عملية الدمج. وعملنا اجزاكت لوكوب او اجزاكت ماتش لوكوب. لو تقدر في التعليقات تقول لي انهي طريقة من الاتنين اسهل بالنسبة لك. وكمان لو فيه طريقة تالتة. لانه فعلا فيه طريقة تالتة. لو انت عارف طريقة تالتة. ممكن تقول لي في التعليقات ايه الطريقة التالتة. كمان بعد العيد هنزل جديد هنرجع لتحديات باور كويري. والتحدي الجاي هيكون عن الابروكسوميت ماتش. وطريقة تالتة ممكن اعمل بيها لوكوب برضو بدون استخدام الدمج. ولكن المراتي هنعمل بحث تقريبي او ابروكسوميت ماتش. لو عارفت الفيديو. لو سمحت اعمل لايك. واسب لي تعليق واشترك في القناة. شكرا جدا لوقتك. واشوفكم الفيديو الجاي. وسلام طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.